ذكر هنا ثلاث صفات للمنافقين في الصلاة يقومون إليها كسالة ويراؤون الناس يريدون رؤية الناس لهم أنهم صلوا لا يذكرون الله إلا قليلا لا يعطون الصلاة حقها مع أنها باطلة أصلا في حقهم لأنها جاءت نفاقا ورياءا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتين لصلاة المنافقين قال تلك صلاة المنافق يؤخرها أي صلاة العصر حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان يعني تكاد تغرب قام إليها ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا ذكر أيضا صفتين النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو أنه يؤخرها عن وقتها إلى آخر وقتها ثم قال ينقرها أي صلاة سريعة لا طمأنين فيها لا خشوع فيها طبعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا ذكرت في الآية ثم الصفة السادسة لصلاة المنافقين كما ذكرها عبد الله بن مسعود يقول وكنا يعني نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أي يحمله شخصان لا يستطع أن يمشي يحتاج إلى أن يساعده أحد في المشي فقط ليدرك صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يهادى بين الرجلين ولا يتخلف عنها إلا منافق فذكر الصفة السادسة وهي كثرة التخلف عن صلاة الجماعة فهذه إذن صفات المنافقين في صلاتهم وذكر الصلاة هنا وإن كان نفاقهم يعم الدين كله هم منافقون في كل شيء وإنما ذكر الصلاة لأنها عمل ظاهر متكرر كل يوم خمس مرات فهو عمل ظاهر متكرر وإذا كان هذا النفاق في الصلاة ففي غيرها من باب أولى أنهم منافقون كذلك وإذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء لأنهم كانوا يتخلفون عنها لحبهم للنوم بالنسبة لصلاة الفجر أو لتعبهم من العمل بالنسبة لصلاة العشاء